بالرغم من الهدوء النسبي إلا أن الاستهدافات تعود والسلاح كما تعلم لا يزال منفلتا فهل تنجح الحكومة العراقية في لجم السلاح المنفلت حصره بيد الدولة نزعه من المواطنين أم أن التطبيق العملي الفعلي سيصطدم ربما بتحديات الواقع المشاكل التي ذكرناها قبل اللحظات جميعها يرتبط بعاملان أساسيان العامل الأول هو ما تفضلت به حضرتك موضوع السلاح الغير مرخص والموضوع الثاني هو انتشار ظاهرة المخدرات أعتقد أن هذان الموضوعان إذا ما تم السيطرة عليهم سوف يتم السيطرة التامة على أغلب الحالات التي يشهدها العراق باعتبار أن وجود الأسلحة الغير مرخصة وهذه حقيقة تحدي ليس تحدي الحكومة الحالية منذ تأسيس الدولة العراقية لغاية هذه اللحظة جميع الحكومات حاولت بطرق متعددة لغرض السيطرة على الأسلحة الغير مرخصة تارة شراء هذه الأسلحة من المواطنون وتارة أخرى تسجيلها والموافقة على وجود قطعة داخل المنزل كحماية شخصية طرق متعددة حاولت جميع الحكومات أن تسيطر على الأسلحة الغير مرخصة ولكن لغاية هذه اللحظة الأسلحة الغير مرخصة منتشرة وموجودة وهناك بعض الأشخاص يمتلكون ليس فقط أسلحة خفيفة بل متوسطة وهذا في حد ذاته يشكل تحدي كبير وأعتقد أن البرنامج الحكومي منذ تشكيل هذه الحكومة قد تضمن مسألة ضبط الأسلحة والحد من وجود الأسلحة غير مرخصة فضلا عن ذلك أعتقد هناك مسألة أخرى ترتبط بموضوع الأسلحة عندما يتواجد السلاح إلى جانب وجود الأشخاص المتعاطين للمخدرات سوف يشهد المجتمع حالات قتل بشعة ولذلك في الآونة الأخيرة نجد هناك قتل الأب يقتل الإبن والإبن يقتل الأب وهكذا هذه المسائل هي دخيلة على المجتمع العراقي ولذلك أعتقد أن الحكومة العراقية هو واجب وليس منه عليها أن تعمل من أجل الحد من هذه الظاهرة الخطيرة لا سيما وأن الحكومة تمتلك أدواتها الأمنية والأدوات التقنية باعتبار أن الحد من هذه المشاكل الكبيرة والمعقدة يفترض أن تحدد من خلال قانون رادع وتطبيق للقانون بشكل سريع باعتبار أن تنفيذ العقوبة بحق من يتم القالع قبض عليه والمتهم بشكل سريع قد يكون فيه ردع للآخرين الذين يحاولون أن يعبثون بالأمن عملية التأخر في تنفيذ العقوبة بحذ ذاته هو ظلم حقيقة تأخير العدالة وتطبيقها في حذ ذاته يعطي فرصة للآخرين لغرض العبث بالأمن فضلا عن ذلك أعتقد هناك مسألة أخرى تتعلق بالأمور التقنية موضوع الكاميرات في حذ ذاته وعملية تنشيط الكاميرات في حذ ذاته يسهل الوصول إلى المتهمين فضلا عن ذلك أيضا قد يشكل رادع عندما توجد هذه الكاميرات بشكل كامل ومنتشر مع الأسف في حالات كثيرة يتم الذهاب إلى وجود بعض المناطق المهمة ولكن هناك تعطف الكاميرات أو بعض المواطنون لا يساعد الجهات المختصة في موضوع الكاميرات اشتركوا في القناة